خبر مهم سنقرأ لكم وهو تقرر تقديم موعد جلسة ثلاثي الزمالك المحتجز في دولة الإمارات العربية الشقيقة على إثر الأزمة التي نشبت خلال مواجهة بيرامدز في السوبر المصري لتقام الجلسة لتقام غالا الخميس بدلا من يوم 29 أكتوبر الجاري هذا كان العلوان تفاصيل محكمة المختصة بالإمارات قررت تأجيل قضية ثلاثي الزمالك في المتهم في التعدي على أحد أفراد الأمن الإماراتي إلى جلسة 29 أكتوبر مع استمرار حبس ثلاثي الفريق إلا أنه تقرر تقديم المحاكمة لغد الخميس